فسورة المائدة كانت عبارة عن مائدة مستديرة تجمع الأديان الثلاثة للحوار ولللقاء وللوحدة الأديان التي هي في الحقيقة من مصدر واحد من الله خالق الأكوان ولهدف واحد وهو سعادة الإنسان يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات الذي أباعه الله للإنسان كل شيء طيب نافع غير مؤذم وحرم عليهم الخبائس كل شيء خبيث كل شيء ضار في الجسد أو في العقل اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوثوا الكتاب حلا لكم أهل الكتاب اليهود والنصارى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوثوا الكتاب من قبلكم ولما كان أبناء الأديان وفي كل الأديان الأس فيهم من عرف الدين بحقيقته وجوهره ومنهم من جهل بعضه ومنهم من جهل الكثير منه فمنهم من يمثل دينه حق التمثيل فهذا يلتقي مع الأديان السلاسة باعتبارها من مصدر واحد ولهدف واحد وهو طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أنزلنا عليك القرآن أيها الإنسان لننقذك من الشقاوة وننقلك إلى السعادة